يجتمع القادة هنا تحت لوائي إكواس مجموعة دول غرب إفريقيا قبة متجددة بالعاصمة الناجرية أبوجة حملت جديدا ترى المجموعة أنه حل للإرهاب والانقلابات توصية بإنشاء قوة إقليمية هدفها ليس التدخل ضد الجماعات المسلحة فحسب وإنما في حال حدوث انقلابات أيضا القادة قرر إعادة ضبط بنيتنا الأمنية الأمر يتعلق بتولي أمننا الخاص القادة مصممون على إنشاء قوة إقليمية تتدخل عند الضرورة سواء كانت مسألة أمن أو إرهاب أو إعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء قوة إقليمية قد تتضح معالم تشكيلها وتمويلها في النصف الثاني من جنف المقبل خلال اجتماع مسؤولين عسكريين من المنطقة بحسب توراي الذي أشار إلى بحث قادة المجموعة الاقتصادية عن مصادر تمويل خارج المساهمات الطوعية التي وصفها بالمحدودة قمة أبوجة التي تبحث الوضع الأمنية في المنطقة عادت إلى قضية توقف باماكو جويليا الماضي 49 جنديا إفواريا وطالبت السلطات المالية بالإفراج عنهم في أجل لا يتعد شهرا واحدا وهي القضية التي أنشبت أزمة ثنائية تبرر خلالها مالي قرارها بأن العساكر الموقفين أتوا في إطار غير قانوني فيما تصر كوديفوار على أنهم جزء من قوات البعثة الأممية من اسما وبالعودة المولود العسكري المرتقب لمجموعة إكواس يتوقع متابعون أن لا تعدوا أن تكون هذه القوة استنساخا أو امتدادا لقوى سابقة طويت صفحات تواجدها في إفريقيا آخرها قوة برخانة الفرنسية في مالي وقبلها القوة الأوروبية الخاصة تاكوبا فيما قد تعد بعثة من اسما عامه الأخير بعد تصويت مجلس الأمن الدولي منتصف العام الجاري على تمديد تواجد البعثة لعام إضافي ما يطرح حسب المراقبين تساؤلات أخرى عن جدوى استحداث قوة عسكرية جديدة تسعى لفرض أجندات أمنية واقتصادية محددة المعالم والدوافع خاصة في ظل تعاظم الرفض في عدد من العواصم الإفريقية لأي تواجد عسكري أوروبي أو فرنسي على الأقل في القارة الصمراء